موسيقى 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 أهلا بكم عزيزين مشاهدين في حلقة جديدة من فضاء حر الحقوق والحريات هو الاسم الأكثر فخامة وعظمة وإرهاقا في عصور الإنسان كلها وليس تاريخ الإنسان إلا تاريخ البحث عن الحقوق والنضال في سبيل الحرية غير أن هذه القيمة العزيزة لم تصبح حقيقة كاملة حتى الآن على الرغم من المكاسب الكبيرة التي حققها الإنسان في هذا السبيل ذلك لأن تحديات كثيرة ما زالت تقف حجر عثرة أمامها إذن تحديات وعقبات كثيرة تقف أمام النشاط الحقوقي في الظروف العادية فضلا عن ظروف الحرب وعدم الاستقرار كالظرف الذي تعيشه بلادنا منذ الانقلاب على الدولة مشكل عبءا كبيرا على المنظمات الحقوقية والناشطين كما أثر على مصداقية ومهنية الكثير منها في حين كممت وصودرت الأصوات غير المرغوب فيها في هذه الحلقة من فضاء حر نفتح ملف أداء المنظمات الحقوقية منذ سبتمبر 2014 وهي الفترة الأكثر سوداوية في تاريخ الحقوق والحريات ما هو السياق العام الذي تعمل فيه هذه المنظمات وما الذي قدمته لحماية الحقوق والحريات وهل تعمل جميعها وفقا لمعايير العمل الحقوقي الإنساني وما هي هذه المعايير للإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من صنع رئيس منظمة يمن للدفاع عن حقوق الحريات الأستاذ علي الديلمي ومن تعز الكاتب الصحفي عبد العزيز المجيدي أهلا بكم ضيفي الكريمين وبداية دعوني أطرح عليكما سؤالا مشتركا وأطلب منكم الإجابة علي في دقيقة واحدة والبداية معك أستاذ علي الديلمي برأيك من المسؤول عن الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها اليمن منذ الانقلاب على السلطة في سبتمبر 2014 وهي الفترة بطبيعة الحال التي سجلت أعلى مستوى الانتهاكات حقوق الإنسان يعني بعيدا عن بعض المصطلحات التي ذكرتها في كلامك لكن بما لا شك فيه أن هناك جرائم وهناك أيضا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في اليمن هذه الجرائم وهذه الانتهاكات لحقوق الإنسان أتفق معك أن هناك تقصير كبير من المنظمات المجتمع المدني وأنه كان المفترض على منظمات المجتمع المدني أن تقوم بدور أكبر وبدور أيضا الدور هذا أن يكون بعيدا عن الفئوية أو عن الجانب الحزبي أو عن أي جانب آخر من الجوانب التي يمكن أن تؤثر على عمل حقوق الإنسان لأنه في النهاية حقوق الإنسان هي مصفوفة متكاملة وهي أيضا لا علاقة لها لا بالسياسة ولا علاقة لها بالوصول إلى السلطة ولا علاقة لها يعني هي لها علاقة فقط بالمبادئ حقوق الإنسان هي لها علاقة بالمعايير الخاصة بحقوق الإنسان يعني إلى آخره وأنا أتفق معك نعم هو السؤال كان حول من المسؤول عن تلك الانتهاكات من ما لا شك فيه أن أكبر جهة ارتكبت حقوق الإنسان في اليمن هي المملكة العربية السعودية وذلك من خلال أنها قامت بجرائم العدوان نعم إذن هي السعودية نفس السؤال لك أستاذ أشكرك أستاذ علي فقط هذا سؤال استهلالي أستاذ عبد العزيز المجيدي هذا سؤال يفترض أننا نبحث كما لو كنا سنبحث عن إبراف كومة قاش عندما نتكلم عن انقلاب حدث في 21 ستمبر دبرته ميليشيات وقوات عسكرية تابعة للمخلوع علي عبدالله صالح ترتبط بولاءة طائفية عشائرية سلالية من هذا القبيل فنحن نتحدث عن قمعة واضحة تظهر بشكل واضح وتقول بأنها قامت بما تسميه ثورة شعبية مارست من خلال مختلف القرائم بحق اليمنيين من الانتهاكات والقاتل والترويع وتفجير المنازل والمدارس وكل ما يمكن يخطر على بالك من الفضاعات إلى درجة أن يتم استخدام الناس كدروع بشرية في مخازن سلاح معرض للقصف والقصف الطيران إذن تتحدث أنت عن ميليشيا كمسؤولية إلى درجة نعم أسألك عن المسؤولية يمكنك أن تختصر فقط إجابة تدور حول المسؤولية الأخلاقية والقانونية لمجمل الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة بعد الانقذاء أعتقد أننا تحدثت بشكل واضح وقلت بأن هناك طرف محدد اسمه علي عبدالله صالح وعبد الملك الحوثي بكل رمزيتهما أشكره كأشخاص مرتبطين بقوات عسكرية وميليشيات وأطراف خارقية كإيران نعم إذن أشكرك عبدالعزيز المجيدي وأيضا أساد علي الديلمي هذه الإجابات سوف نبني عليها نقاشنا لهذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل أرجو أن تبقوا معنا لنمعنا النظر قليلا لا مستقبل يضيء في أعينهم فالماضي يحاول صبغ حياتهم بالسواد أردنا لهم الأمان والدواء والابتسامة فكان البؤس والخوف والحرمان انتزعهم الظلم وداهمتهم الحرب وانقطع اللحل الطفولة في زمن الميليشي اجتمعوا أهلها من كل حدبا وصوب ومن يناصرهم على هذا المنهاج ونحن عند حسن الضم بإذن الله اشتركوا في القناة نرحب بكم من جدي أعزان المشاهدين وبضيفي الكرام الأستاذ عبد العزيز المجيدي والأستاذ علي الديلمي والبداية معك أستاذ علي أنتم كمنظمة مدنية تعملون في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سلطة الميليشية والتي صادرت الفضاء الحقوقي بشكل كبير ما هو السياق العام الذي تعملون فيه؟ المنظمة يمن لاتفعل حقوق الحرية التمقراضية هي تعمل منذ أكثر من 19 سنة وهي تعمل في مجال الرصد والتوثيك وأيضا تعمل في مجال المناصرة للمدافع حقوق الإنسان وأيضا فيما يخص موضوع السجون والمساجين ومنذ أن اندلعت الحرب في اليمن نحن نركز على موضوع الحرب وعلى ضحايا الحرب أي حرب أستاذ علي نعم أو الحرب القائمة الآن في اليمن الذي لها الآن بعد فترة سيمضي عليها العام كامل تقصد الحرب الخارجية؟ أنتم فقط معنيين بالحرب الخارجية؟ لا 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 نحن معنيين بانتهاكات الداخلية ونرصدها ونوثقها وأيضا معنيين بموضوع حرب جرائم العدوان يعني بلا شك فيه ما الذي رصدتموه من جرائم الميليشيا؟ بعيدا عن التوصيف لأن لدينا الآن الميليشيات هي أكثر من جهات معك ميليشيات حزب الإصلاح ميليشيات الذي تسمى أنصار الله لديك أيضا الجيش والمجال وميليشيات الحزب الاشتراكي وميليشيات الحزب الناصري نعم دعنا نركز الآن على جرائم ميليشيا الكوتي يعني أحددي بالضبط نعم نتحدث عن جرائم ميليشيا الكوتي كما اتفقنا سأركز على الجميع نعم كما اتفقنا سأركز على الجميع تفضل لديك في محافظة تعز حصل هناك قصف عشوائي تم تحميل المسؤولية جميع الأطراف بمن في ذلك ميليشيات حزب الإصلاح وميليشيات أنصار الله نعم وأيضا هناك السحل والسحب والتعذيب والتهجير حصلت في محافظة تعز هناك في صعدة تقصد حادثة القناص أنت تقصد حادثة القناص في تعز السحل المواطنين المواطنين التي مجموعة من المواطنين تم القبض عليهم وتم سحلهم وسحبهم وأيضا التهجير باعتبار أن هؤلاء ليست أصولهم من المحافظة هناك لديك أيضا في العاصمة صنعاء نعم اسمح لي فقط في تعز إذن أنتم رصدتم فقط سحل المدنيين من قبل ما أسميتهم أنت بميليشيا والقصف العشوائي نعم والقصف العشوائي نعم لحظة أنت إذا أنا أنا بنا أتكلم وأنت ما أشتراه لي كيف أعمل يعني لا أنت انتقلت الآن إلى صنعاء فقلت فقط مبار شوية لا لا أنا أتكلم أنا أنا أجيب بعض الأمثلة لأنه الآن مش أنا في برنامج جرس أنا بنحاول أجيب لك بعض الأمثلة طيب إذا أردت أفصل لك ممكن أفصل لك يعني على محافظة محافظة نعم بحسب رغبتك تفضل نعم كيف أعمل الآن؟ أجيب أمثلة معينة ولا أسرد سرد كامل ولا كيف نعم أستاذ علي أنت تحدث الآن بشكل عام قل لنا ما الذي تم رصده من خلالكم أنتم كمنظمة مدنية لقرائم وانتهاكات ميليشيا الحوثي كما قلت لك أنا أتكلم عن الانتهاكات التي تقوم بها جميع الأطراف نعم في أمانة العاصمة هناك اعتقالات عشوائية نعم وهناك أيضا يعني مضايقات لبعض المواضنين ويعني بحمد الله صدعنا نخرج يعني أعدد لا بأس بها من السجون هناك أيضا ذكرنا تعيز ذكرنا العاصمة صنعاء طيب سأعود إليك أستاذ علي طيب سأعود إليك أستاذ علي دعنا نشرك الآن في هذه القزية خذي راح أدك خذي راح أدك أستاذ عبد العزيز المزيدي فيما يتعلق بهذا السياق أستاذ عبد العزيز يعني كيف تعتقد بأنه من الممكن عمل المنظمات المجتمع المدني نفيض الحكم ميليشيا أنا في الواقع أستغرب حديث الأستاذ علي الديلمي وهو ناشط حقوقي كما يقول ولديه منظمة بدأ توقيت المنظمة للعمل الحقوقي في الوقت الذي بدأت فيه الحرب وهذه المرة الأولى يعني نحن نواقه منظمة بهذا الشكل تبدأ في توقيت محدد ويبدو أنها ستغلق أيضا في توقيت محدد الانتهاكات التي بدأتها الميليشيات بدأتها منذ الهرولة الكبيرة التي بدأتها من صعدة بمعاصرة مجامع من أهالي منطقة الدماج في صعدة وهذا العملية التهجير التي تمت لأبناء هذه المنطقة تمت بمشاركة عناصر من حزب الله كما كشفت معلومات موثقة ونشرت مؤخرا تتحدث عن تدريبات وعن شغل لعناصر حزب الله مرتبطة أيضا بإيران قامت بتهجير طائفي بهذه الصيغة الخطيرة التي نتكلم عنها قامت بتهجير طائفي لمجموعة من اليمنيين باعتبارهم أشخاص غير مرغوب بوجودهم في منطقة معينة يتم تصنيفها أيضا بشكل أو بآخر منطقة نفوذ لطائفة بدأت أيضا هذه الطائفة تحاول أن تمضي باتقاه بقية المحافظات وبدأت هذه القصة والوصول إلى العاصمة وبقية المحافظات اليمنية دعني أتحدث عن ماذا تتحدث ردنا على الأستاذ علي وهو يقول بأن الانتهاكات بدأت من جميع الميليشيات وجميع الأطراف وبدأنا بصيغة عميمية فيها كثير من المغالطة التي تنال من حق اليمنيين في معرفة الحقيقة أعتقد بأن ما حدث خلال الفترات السابقة هو شكل من أشكال التواطوة مع حالة احتلال قامت بها دولة من خلال أدوات عسكرية مباشرة ونحن نتحدث عن إيران بشكل مباشر التي قالت في أكثر من مناسبة أنها تحتل العاصمة العربية الرابعة دفعت اليمنيين بالضرورة إلى أن يحملوا السلاح لمواجهة هذه الميليشيات طيب عبد العزيز دعني أنتقل الآن بجزء ما طرحته إلى الأستاذ علي الديلمي أستاذ علي الديلمي تحدث الأستاذ عبد العزيز بأن يبدو أن طرحك غير دقيق وأن ما تقوم به منظمتك كما قاء في حديثك بأنه قاءت في توقيت معين لتنتهي في توقيت معين كيف ترد؟ أولا حسب ما أبلغني المنسق لديكم أننا سنتكلم حول عام هو الأخ عبد المجيدي بيكلمني عن قضايا لها قبل ثلاث سنوات تحدث بشكل عام، تحدث بما تريد سيد علي الفضل لحظة، لحظة، لحظة يا أسوان وكان في موضوع دماج أننا شكلنا لجنة ونزلنا من منظمات المجتمع المدني ونزلنا وعملنا تحقيق وأصدرنا تقرير وكان التقرير واضح وهو موجود على الإنترنت ولا يستطيع أحد أن يزايد علينا أموما يا أستاذ علي ليس موضوعنا الدماج هو موضوعنا الانتهاكات ما بعد سبتمبر 2014 دعنا نركز على الانتهاكات ما بعد سبتمبر 2014 تحدث براحتك الآن، تحدث بشكل عام، بشكل خاص لكن فقط بالانتهاكات ما بعد 2014 سبتمبر أنا أودشي لك الكلام هذا أننا الآن هل نناقش ما قبل أو ما بعد الذي أبلغت فيه أننا نناقش هذا الفترة وعبدالعزي يحدثني عن الماضي طيب، تقاوزنا هذه النقطة أستاذ علي أدبيدمي هناك أستاذ علي، هناك من يتساءد له لماذا أنتم أنت كمنظمات يمن للحقوق الحرية وغيرك من المنظمات لازلتم تمارسون عملكم من صنعاء ولم تتعرضوا لمضايقات كغيركم من المنظمات الأخرى؟ يعني نحن المنظمة المرصد اليمني للحقوق الإنسان يعمل هنا كثير من المنظمات تعمل هنا بل المنظمات الدولية تعمل هنا هناك عمل كبير جدا جدا وحتى منظمة هود ما زالت تعمل في صنعاء ولم يصني إلى الآن بلاغ فيما يخص موضوع المنظمات الآن أستمع إليك سواء من بعض النشطاء الذين يتبعون بعض الأحزاب لكن أنا أريد أن أؤكد لك بعض النقاط وهي هذه النقاط هامة جدا فيما يخص التعميم حتى لا نتوه جميعا أولا أن منظمة يمن للإتفاع عن الحقوق الحرية التمقراضية طالبت بتشكيل لجنة دولية للتحقيق مع جميع الأطراف وليس مع طرف أو مع جهة أو مع غضي لآخره وقلنا لجنة دولية هذه اللجنة الدولية تقوم بالتحقيق مع جميع الأطراف المحلية وأيضا مع الطول التي تدخلت في اليمن ومن ضمنها السعودية عسكريا وأيضا إيران وأمريكا ومن أراد عبد العزيز أن يدخلها في القائمة فليدخلها نحن نضال بتشكيل لجنة دولية للتحقيق مع جميع الأطراف هذا الأمر الذي وقفت تجاه الحكومة اليمنية والأخ عزتين الأصبحي وواجهنا في مجلس حق الإنسان وبذل كل جهودة بحيث لا يكون هناك تشكيل لجنة دولية للتحقيق المجميع الأطراف لم نسمعها عنها يعني نحن نضال بالتحقيق مع أنزار الله طيب فضلي نعم لماذا لا تمارسون أنتم بحكم قربكم من جماعة الحوثيين في صنعاء لماذا لا تمارسون عليهم ضغوطا لتضامن مع المنظمات الأخرى التي تم إغلاقها للصحفيين الذين تم انطاردتهم واختطافهم لإطلاقهم أيضا للمعتقلين السياسين الذين هم لا زالوا حتى الآن مخفيين وأسرهم لا تعرف عنهم شيء والله أنا أصبحت في حير من أمري يعني نعم أطراف هنا محلية تتهمنا أننا مع أمريكا ومع مش عارف من نعم وأطراف أخرى تقول لك أنت قريب من فلان وآخر يا سيدتي نحن دائما مع الطرف أنت قريب طيب قريب جغرافيا نفهمها قريب من حيث الجغرافيا أنت في صنعاء وقماعة التركيب في صنعاء الجانب الآخر ممكن تخلينا أكمل يا أسوان تفضل تفضل أسواني الجانب الآخر طلبت أنا على سبيل المثال من منظمة هود لإتفاع الحقوق الحريات بأن يكون هناك عمل مشترك فيما يخص موضوع الأتقالات وأن يكون هناك بيانات مشتركة وفعلا صدرت تقريئة البيانة الأول من منظمة هود ومنظمة يمن لإتفاع الحقوق والحريات الديمقراضية لكن للأسف الشديد يعني تكاسلوا ونحن لا نضغط على أحد لكن نحن نقول أنه في مثل هذه الأجوة من الذي تكاسل أستاذ علي؟ أخواننا في منظمة هود خفت تواصل بيننا وبينهم ولم نعد نتواصل بحيث نستطيع أن ننسق العمل طيب إذن أستاذ عبد العزيز المجيدي أستاذ علي الديلمي يتحدث بأن الأمور في صنعاء يعني إلى حد ما قيدة وأنه هناك مجال لعمل المنظمات إلا أن المنظمات هي نفسها من تتكاسل من أداء دورها في العاصمة صنعاء كيف تقيم أنت هذا الطرح؟ وأيضا إن قلنا سورة النشاط المدني في تعز هذه واحدة من ما يمكن أن نسميها نكتة العام السيد علي الديلمي يتكلم عن وضع كأنه يتحدث عن عاصمة واقعة في منطقة أوروبية حيث تنشط المنظمات الحقوقية وتصدر البيانات وغيره أنا أسأل الأستاذ علي الديلمي تحديدا وهو رئيس منظمة يمن للحقوق والحريات وأقول له يا سيدي ماذا فعلت بشأن المجازر التي تحدث يوميا وترتكب حق الأطفال والنساء في تعز ما الذي فعلته وما هو موقف منظمتك لحيال القرائم التي ارتكبت في عدن وفي بقية المحافظات هناك حتى الآن وفقا لمنسقية الأمم المتحدة أكثر من بحدود 5500 قتيل إذا عدت إلى الإحصاءات التي قدمت من المحافظات الأخرى مثل عدن وتعز المنظمة تقول بأن نصفهم من المدنيين وستجدين بأن هؤلاء الذين تقول المنظمة أنه نصفهم من المدنيين هم من عدن وتعز فقط فما بالك يعني ببقية المحافظات بمعنى أن هذه المناطق تعرضت لعملية قتل ممنهج استخدمت فيها كل وسائل القتل المباشرة والتي قامت باستهداف الناس بصورة عمدية استخدمت فيها أدوات القنص يعني هناك في تعز وحدها أكثر من 150 حالة قنص استهدفت نساء وأطفال فقط كيف يتم رسل هذه الحالة في تعز عبد العزيز هذه من قرائمة الحرب التي لم نسمع لا منظمة يمن للحريات ولا منظمة أخرى تتحدث عنها الأستاذ علي يحدثنا عن أشياء افتراضية ربما اشتغل عليها بنوايا حسنة ويعتقد بأن هذه النوايا الحسنة كافية للظهور كمنظمة محايدة إلى حد كما يتحدث رغم أنه في تمهيد السابق تتحدث عن مباشرة بدأ من قصة العدوان العدوان هو الأساس العدوان هو المشكلة طيب يا سيدي قبل العدوان وقبل أن يحدث كل ما حدث في اليمن خلال فترة الماضية هناك مقازر ارتكبت بحق اليمنين قبل أن يحدث العدوان طيب إذن أنقل هذه نقطة الأستاذ علي الديلمي في عشرين مارس في عشرين مارس 2015 حدثت مجزرة في أمام مقر الأمن المركزي بتاعز خرجت مظاهرة حاشدة بمئات الآلاف للناس يتصدون بشكل سلمي لهذه الميليشيات الهمجية ودعوا لإيقاف لمنع القتال للوقوف بوجه هذا الإنقرار وراء دخال البلد في متاهة حرب واقتتال أهلي ووقعوا بالقتل بالرصاص الحي أمام البوابات طيب شد عيد ديلمي إذن شد عيد ديلمي في هذه المظاهرة وهناك أكثر من مئة قريح وسقطوا في هذه المظاهرة وأتذكر أنه في تلك اليوم وأنا كنت حاضراً للمظاهرة تخرج قناة المسيرة وتوزع خبراً عبر الموبايلات تقول بأن ميليشيات حزب الإصلاح استعيدي هذه المفردة وتذكريها قيداً ميليشيات حزب الإصلاح قامت بالاعتداء على مظاهرة حاشدة داخل تعز يعني هؤلاء الناس السلمين الذين اخرقوا إلى المظاهرة دعني أنقل هذه التساؤلات الكثيرة قناة المسيرة وكثير من هذه الأبواق التي تتحدث عن مسألة ميليشيات إصلاح وميليشيات أخرى عبد العزيز حتى لا نتهم عبد العزيز دعني أنقل هذه التساؤلات إلى أستاذ علي الديلمي في صنع أستاذ علي الديلمي إذن أستاذ عبد العزيز المقيد يتحدث عن مجازر وانتهاكات حدثت ما قبل حتى مارس عندما ضربت قوات التحالف بدأت بعملياتها وأن من كانوا يخرجون لمناهضة مشروع الميليشيات تم قتلهم بشكل ممنهج وما بعدها أيضا هناك قرائم وانتهاكات كبيرة قتل ممنهج ومتعمد للمدنيين ذكر أيضا عبد العزيز أرقام كبيرة ومخيفة بهذا الشأن كيف ترد دعيني أذكرك أنني في بداية اللقاء تكلمت أن هناك فرق بين العمل السياسي وبين حقوق الإنسان عبد العزيز يتحدث سياسة ولديه موقف وهذا من حكه ومن حك أي مواطن خاصة نحن في بلد المفترض أنه فيه تعديدي سياسي لكن أنا أتحدث كناشر حقوقي أنا لا أستطيع أن أقول أن فلانا قتل أو فلانا سحل أو فلانا كذا إلا بعد أن يتم التحقيق والتدقيق في هذه المواضيع ولهذا أنا قلت وأقول وأكرر وأكرر لابد من تشكيل لجنة دولية وخاصة بعدما دخذ المملكة العربية السعودية في المشهد طيب لماذا اللقنة الدولية وهناك اللقنة وطنية منبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيه أستاذ علي لماذا تتعاملون مع اللقنة الوطنية وجرائم في محافظة التعز وجرائم في أمانة العاصمة نعم لماذا لا تتعاملون مع اللقنة الوطنية التي تم التصويت عليها في مجلس حقوق الإنسان في جنيه والمعنية برصد الانتهاكات منذ 2011 نحن نتحدث عن نحن نريد واقع أو نريد فقط أن يكون هناك مجرد كلام اللقنة الوطنية أولا أنها مشكلة من ضرف ثانيا أن الذي فيها أيضا هم جزء من الصراع ثالثا أنها حتى لو كانت محايدة مئة في المئة هذه اللقنة تم التصويت عليها في مجلس حقوق الإنسان في جنيه كيف يجزء من الصراع؟ هل تشكك بزملاءك في هذه اللقنة؟ لا 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 ما صوتش عليها في المجلس حقوق الإنسان قلت لك أنني أقول أن حتى لو فرضنا جدلا أنها محايدة مئة في المئة وأنها رائعة مئة في المئة لن تستطيع أن تعمل واحد في المئة لأن ليس لديها لا صلاحية على أرض الواقع وليس لديها أي حماية ممكن أن يحميها بحيث تستطيع أن تتحرك في جميع أنحاء اليمن لماذا؟ ما الذي يمنعنا التحرك؟ لماذا تستحرك؟ من الذي يمنعنا التحرك في جميع؟ إذا أنا كناشط حقوقي غير قادر على النزول إلى تأز وقد حاولت أربع مرات أنزل أربع مرات تأز ولم أستطيع طيب من الذي يمنعك؟ الوضع الأمني ما الذي يمنعنا؟ نحن في حالة حرب يا سيدتي نعم نحن في وضع طيران التحالف لاحقك لاحق تحركاتك من المملكة العربية السعودية وأكون جثة كما حصل لعشرات الأسر يعني ما تقولين لمن؟ هناك أيضا تنظيم القاعدة هناك أيضا الأطراف المتصارعة قد يقول فلان يحسبني مع فلان وفلان يحسبني على علان الوضع خضير جدا يعني عن ماذا نتحدث؟ يعني فقط المجرد أن أردت كلمات أو أن أردت شعارات أو أن أثير غضغاء وكراهية وأحقات أو أن ألغي ثقافة السلام أو أن أبني وضعا مزريا حتى أكون جيدا عند فلان أو علان لا يؤمني أن يكون فلان راضيا أو علانا راضيا بقدر ما يجب أن أكون راضيا عن نفسي جيد أن تكون راضيا عن نفسك أستاذ علي ديلمي نعم إذن جيد أن تكون راضيا عن نفسك وأن تعمل كحقوقي ليس كسياسي لا 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 بحسب الإمكانات نعم أستاذ علي سوف نذهب فقط وأشار أنني مقصر هذا بلا شك فيه أشكرك نعم سأعود إليك أستاذ علي ديلمي فقط أيضا مشاهدين وضيفي الكريمين سوف ننتقل إلى هذه المادة التي تستعرض مواقف أبرز المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الأخيرة ثم نعود لنتابع النقاش ترجمة نانسي قنقر 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 تحاول أن تقرأ ما هي مطالب القوى الكبرى والمنظمات الدولية وبالتالي تشتغل وفقا لهذه الاستحقاقات ترجمة نانسي قنقر لدوافع مختلفة وبالتالي معظمها عبارة عن أذرع لإما لجماعات سياسية أو لمؤخرا أصبحت الميليشية تمتلك الميليشية الموجودة خارق القانون والتي نشأت بفعل قوة السلاح والمناهضة أصلا لفكرة حقوق الإنسان وللقانون الإنساني أصبحت تمتلك أذرع ومسميات حقوقه يتنشط في كل مكان وبدليل أنها أصبحت حاضرة وموجودة في أرويق دولية وتسوق ما يسمى الانتهاكات في اليمن ضد طرف محدد ولا تلتزم حتى لغة أو صيغة محايدة تحاول أن تتحدث عن ما يحدث بشكل كامل من مختلف باعتبار أننا أمام طرفين طرفين متساويين يقتضي الأمر النظر إليهما بعينين متساويتين لا تفرق بينهما لكن نحن أمام ميليشيات انقلبت على دولة وسلبتها واختطفتها وسلمتها ووضعتها في السلة الإيرانية وبالتالي دبعت اليمنيين والمحيط الإقليمي إلى أن يستنفروا أنفسهم ويدافعوا عن أنفسهم هل هذا موقف سياسي؟ لا أدري كيف يصنف الأخ علي علي الديلمي هذا الأمر يعني هناك أسباب وهناك نتائق ويفترض أن نرى الأمور بهذا السياق لكن مع هذا سأفترض أن السيد علي الديلمي ومجموعة المنظمات الحقوقية ناشطة الآن في صنعات تحديدا يعني بعد ما حصل من عملية تقريف ومجازر مهولة بحق الحقوق والحوريات خلال هذه الفترات لا أزال هناك نافتات تتحدث عن حقوق الإنسان وتنشط في صنعات بفيض الأقواء الإرهاب غير المسبوق للميليشيات وهذا أيضا يضع دوارة هو رد على هذه المنظمات وقال بأنهم يقومون بالتالي أقول بأن هذه المنظمات ومنظمات السيد علي الديلمي تحديدا لديها هنا بيان صدر في 9 سبتمبر هذا البيان يتحدث بلغة الميليشيات ولا يتحدث بلغة هذا السؤال سنقول الآن سرعي الديلمي في المادة التي تم استعرضها قبل قليل نحن رصدنا عدد كبير من مواقف المنظمات المحلية منها منظمات يمن للحقوق والحريات ولم نجد أي إشارة من قريب أو بعيد كل التقالي التي صدرت عنكم لما تعرض له مثل أبناء تعز أو ما تعرض له من قبل أبناء المحافظات الجنوبية أو حتى في الحديدة أو حتى في صنعام اعتقالتهم طاردات من قبل الميليشي الحوثي للخصوم المدنيين أنا أتمنى لو دخلت إلى الموقع لأنه صدر بيانات مع منظمات عربية وصدرت بيانات أيضا مع نشطة لحقوق الإنسان وصدرت بيانات خاصة بنا أتمنى أن تدخل لموقعنا أتمنى أن نسمع منك الآن ما الذي ورد فيها نحن لم نجدها على الموقع لكن يمكنك الآن ما أبرز نقاتي في هذه التقالي بشأن التحاكات المنشوية ورد فيها أننا في اليمن بحاجة ماسة إلى لجنة تولية هذا اللجنة التولية سوف لن يفلت أحد من العقاب هناك ألعاب بهلوانية يمارسها أصحاب السياسة والسياسات وفي النهاية يتم ويتوج باتفاق سياسي هذا الاتفاق السياسي الهدف منه تملص مجرمي الحرب كانوا من كانوا من العقاب والإفلات من العقاب نحن نقول نعم ولكن صدر قبل يومين قراري مجلس الأمن بتمديد تمديد القرار متابعة وملاحقة نعم مقرمية أنا أتكلم عن مجلس حقوق الإنسان مجلس الأمن أنا أتكلم عن مجلس حقوق الإنسان مجلس الأمن هو مجلس سياسي أيضا صدر اليوم من الاتحاد الأوروبي قرار بمنع تزويد المملكة العربية السعودية والإمارات بالأسلحة وملحقاتها بوادع 449 معه و29 ضد ونحن نحيي الاتحاد الأوروبي على هذا وهم يذهبون بالاتجاه الأصلي إذا أنت تحيي الاتحاد الأوروبي ونتحيي مجلس الأمن أنا أحيي أي ضعب يسعى إلى السلام نعم لماذا؟ يعني مجلس الأمن معروف يعني أنه سياسي وهل ملاحقة المجرمين يتناقض مع ذكرة السلام؟ هل ملاحقة المجرمين وتمديد الأقلوبات عليهم يتناقض مع ذكرة السلام؟ لا 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 ممكن شوي لو سمعتي أنت من أول بتعممي لي يعني تأخذي لي كلمة وتقولي أنا أقول أن المنظمات متقاعشة وتكلمت منه من موضوع قدود أنت قبل قليل قد لا نريد أن نعلق على قرار مجلس الأمن على اعتبار أنه مؤسسة على اعتبار أنها قرارات سياسية لكنك الجائر الآخر رحبت بقرار برلمان الأوروبي أنا أقول لك أنني أرحب بقرار يسطر إذا هذا القرار هذا سيكون له عوامل أما القرارات السياسية التي تسطر لا معنى لها يعني هذا القرار الأخير هو جاء لتأكيد على قرار سابق لكن في أرض الواقع الأرض مختلفة في نفس الوقت هذا القرار يعني ما هو تأثير على السلام في اليمن تكلميني أنتي هذا القرار لا هو أكثر من سنة ونص ماذا أثر على السلام؟ تأثيره بأنه يلاحق مهمية هل هو يخدم عن تحدهم؟ لا 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 هو يتكلم عن وكفة رسودتهم وأنهم بسمه وأنهم تحت الملاحظة ولا هناك محاكمة ولا محاسبة ولا محزنة طيب التضييق على مدرمين حرب هذا شيء جيد أستاذ علي الآن أنا أسوان الآن أنا أقول أولا أنا لم أعمم على المنظمات بأنها غير فاعلة وأنها كلها مسيزة أنا قلت هناك وهناك وكلمات هناك فيها التبعيض يعني البعض الجانب الآخر أنا أقول الآن هناك اجتماعي لمجلس حق الإنسان قادم أنا أطلب من جميع النشاطاء الذين يرون أن هناك جرائم في تأز عليهم أن يرفعوا الصوت عاليا بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الجرائم الحرب من أي طرف كان فليتحمل الجميع المسؤولية أنت ماذا فعلت من أجل حصار عاليا أن نسوى باتجاه معين نعم قيد أن تدعو المنظمات لرفع الصوت أنت ماذا فأنتم كمنظمات محلية ومنظمة جمال ماذا فعلتم من أجل الحصار عاليا يا أسوان نحن نتابع أستاذ ولا صنعة ولا عدن ولا صعدة ليس لدينا نحن مشكلة في مكان أو في هذا ولهذا نحن كان لدينا مشكلة هناك قراء الإبادة جماعية وإن حضرت تعز كيف يمكن أن تتقاهزها تقاريركم ممكن أن أكمل كلامي طيب أستاذ علي دعني أنقل لم يتبق من الوقت كثير دعني أنقل هذا التساؤل إلى عبد العزيز المجيدي سأعود إليك في سؤال أخير أستاذ عبد العزيز المجيدي أستاذ علي يتحدث عن أنه أنه المنظمات العاملة الآن في مجال حقوق الإنسان والحريات تعمل بشكل ريحي وأنه بل يدعو المنظمات لرفع الصوت بشأن الانتهاكات وأنه يدعو أيضا لتفعيل الآليات الدولية لإيقاف الحرب ودعوة للسلام القصة ليست مرتبطة بمسألة إيقاف الحرب من عدمها هناك أيضا حتى في وقت الحروب هناك قوانين أيضا تنظم حتى مسألة الاحتراب عليك تقنب المستشفيات عليك تقنب المناطق السكنية المأهولة عليك تقنب أيضا المدارس والمناطق والمرافق الصحية هناك قوانين يجب أن يلتزم بها على الأقل أطراف الحرب لكن وهو يتحدث الآن عن مسألة الدعوة لتشكيل لقنة تحقيق دولية فيما يحدث أنا أتمنى أن يحدث هذا الأمر بالتأكيد ونحن ندعو له تماما لأنه يجب أن تتضح الأمور تماما وما الذي يحدث كان التحالف في مطلع هذا الشهر أعلن عن استعداده ودعا لتشكيل لقنة خبراء للتحقيق لقنة مستقلة للتحقيق في ما يقال بأنها انتهاكات لطيران التحالف في اليمن وبالتأكيد هناك كثير من الأخطاء التي حدثت وتسببت في مقتال كثير من الأبيع والمدينين طبعا بالتأكيد هناك أخطاء والجميع يعترف بها هناك أخطاء للتحالف ولكن أن تسقط بالتقادم ولا بد أن الجميع طالب بمحاكمات عادية يدخل فيها أيضا ويطالب تشكيل لقنة حدد من زيد بن الحسين دعني أنتقل بسؤال أخير للأستاذ علي الديلمي هناك من يعتبر بأنكم مارستم تضليلا في تقاريركم على المنظمات الدولية وبالتالي كانت تصدر تقارير ومواقف المنظمات الدولية باهتة وغير متناسبة مع حكم الانتهاكات على الأرض كيف ترد في أقل من دقيقة أستاذ علي أولا أنا أقول أننا في أريحية وأن الوضع سمن على عسل ثانيا أنا كنت أتمنى أن يضرب لي بعض النماذج وبعض الأمثلة نحن نعمل مع المنظمات الدولية مع المنظمات المحلية مع النشطة حقوق الإنسان نحن هدفنا في النهاية هو السلام السلام بين أبناء اليمن جميعا الشراكة بين أبناء اليمن جميعا فلم يعد هناك بالإمكان أن يسيطر طرف على اليمن وحده وما حدث بعد ثورة 11 فبراير درس كبير لنا أتمنى أن نشتوعبه جميعا جيد إذن ما حدث بعد ثورة فبراير هو درس كبير لنا لكل اليمني والأيجال القادمة أشكرك جزيل الشكر أستاذ علي الديلمي رئيس منظمة يمن للحقوق والحريات كما أشكرك جزيل الشكر أستاذ عبد العزيز المجيدي الصحفي والكاتب منتعز أشكركم جزيل الشكر أعزائي المشاهدين متابعتنا لتقيكم الأسبوع القادم في فضاء حر في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة